من ناحيتها أعلنت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظات المهرة تأييدها ومسندتها لاحتجاجات المواطنين في مدينة عدن وقالت لجنة الاعتصام إنها تتضامن مع المحتجين على تدهور الحياة المعشية وترد الخدمات وتقف مع مطالبهم المشروعة دعت اللجنة في بيان لها اليمنيين للانتفاض على ما وصفته بسلطة لا تهتم بغير مصالحها الضيقة تحالف يعمل على نهب خيرات البلد وثرواته ويسعى لتقسيم الناسج المجتمعي وحملت لجنة الاعتصام تحالف السعودية والإمارات ما ألت إليه الأوضاع المعشية والأمنية اتهمته بالعبث بثروات ومقدرات اليمن هذا ودعت لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة أبناء اليمن للخروج الجماهيري الغاضب لاستعادة حقوقهم من سلطة قالت بأنها لا تعمل سوى لتحقيق مكاسبها الشخصية وقالت اللجنة إن اليمن اليوم يعاني من ثلث مخيف يتمثل بالفقر والجوع والمرض وتفاقم خلال السنوات السبعة الأخيرة بسبب تدخل وأطماع الاحتلال السعودي الإماراتي الذي استباح الأرض وانتهك الحقوق والحريات فوصلت الأوضاع إلى حد لا يطاق أكدت اللجنة أن الاحتلال السعودي الإماراتي لا يهمه سوى أطماعه وأهدافه في تمزيق وحدة النسج الاجتماعي ونهب خيرات الوطن وثرواته خلق الصراعات وإثارة الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الواحد ترجمة نانسي قنقر